كثير جدا من الأمهات والأنه بيتلاحظ الحقيقة في الأطفال كلهم في أول ثلاث شهور بعد الولادة سواء تولدوا في معادهم الطبيعي أو تولد قبل معادهم حنتكلم نهاردة عن الحاول الحاول كظاهرة لأمراض كثيرة قد تصيب العيون الحاول كظاهرة لاختلال في وظيفة المخ في تجميع العنين والصورة على نبؤرة وحدة في العين اليمين والعين الشمال أو الحاول كظاهرة لأمراض أخرى كثيرة ومتعددة لها علاقة بالأعصاب لها علاقة بداخل العين وحنشوف أن الحاول مش مرض واحد ده حاجات متعددة والتعامل معها بالتالي طرق مختلفة وأسليب عديدة لو إحنا هنبتدي إيه هي أعراض الحاول والحاول بيسيب الصغار بس ولا الصغار والكبار عندنا هنا اتنين فيديوهات قصيرة بتكلم على إيه هو الحاول وإيه أعراضه بيظهر إزاي وأنواعه المختلفة إيه لأننا هناخد كل جزء من دول وأنا ستحدث عليه باستفادة في خلال الحلقة لو نقدر نشوف الفيديو رقم واحد واللي هو بيحكي على أعراض الحاول ويعني إيه حاول أصلاً في قصة دي العينين الحقيقة معمولين عشان يبقوا موازين لبعض ويجمعوا عند صورة معينة أو محددة في هذا المثل التفاحة الحقيقة العين الشمال حصل لها حاول أنسي يعني دخلت ناحية الأنف أو حاول وحشي يعني طلعت لبرة أو الحاول بقى رأسي فالعين طلعت لفوق أو نزلت لتحت خدوا بالكم من الشعاع اللي طالع من العين الشمال في الصورة التحتانية لا يلتقي عن نفس الشعاع اللي طالع من العين يمين ده معناه إيه؟ معناه أن العين الشمال بيشوف صورة موازية للصورة اللي حصلة الحاول قد يكون متقطع أو قد يكون دائم أو قد يكون متبادل خدوا بالكم هنا ما بنعرفش أن العين المحولة ساعات العين الشمال ساعات العين يمين أو خلافه وقد يكون دائم يعني الشمال هنا لفوق طول الوقت أو العين اليمين لجوه طول الوقت ده الحاول الرأسي وده أنواع من أنواع الحاول المختلفة فيبقى إحنا استعراضنا دلوقتي إيه اللي بيحصل إحنا في الدقيقة دي إن الصورة لا تكتمع عند نفس النقطة الشبكية فأول حاجة بتحصل أوتوماتيك إزدواجية الإزدواجية دي بتبقى ظاهرة عابرة في السن الصغير لغاية ما المخ يلغي الصورة المشوشة أنا دلوقتي يعني اليمين مظبوطة شايف التفاحة مظبوطة يعني الشمال جا فيها حوال أنسي بعد الشر لقد رضا فالصورة اللي هنا دي اللي جاية بعيدة صورة مشوشة وصورة مزغللة وغير واضحة المعالم فيحصل إيه في الأطفال المخ يروح لاغي الصورة أعطى الصورة دي مش عايز أشوفها ومش عايز نزهها ومش عايزين يبقى فيه لخبطة وبالتالي يحصل نوع من حاجة اسمها الكسر الوظيفي وحنتكلم عليه ده أنواع الحوال ده الحوال الدائم الحوال اللي فيه دايمومة ولما نلاقي أن العين دايما محولها طول الوقت سواء لجوة أو لبرة أو لفوق أو لتحت ده يساوي أن النظر في العين دي في السن الصغير مش كويس أن الولد ما بيشوفش بالعين دي العين دي فيها كسر وظيفي إحنا بنعمل إيه أو بندور على إيه بندور على الحوال في أول أعراضه لما يحصل اختلاف في كل عين الوحدها يعني عين اليمين تحول وبعدين هو يثبت بالشمال وبعدين العين الشمال تحول وهو ينظر باليمين الحوال اللي هو اللي بيجي ناحيتين ده أو الحوال المتبادل ده يساوي أن النظر في العين اليمين هو النظر في العين الشمال ويبقى هنا يجب استكمال الفحص ويجب تصليحه في أسرع وقت قبل ما يحصل كسل في العينين فدي حاجة من الحاجات المهمة كتير جدا من الناس يجوا يقول والله يا دكتور الناس البنات في السن السنوية العامة أو سن الدراسة المكثفة في أول الجامعة إحنا كنا قاعدين بنراجع المنهج مع صحابي وفجأة رفعت راسي وكلهم بصولي في اندهيش شديد وقالولي إيه ده أنت حولة أو أنت أحول فأنا رح تبصّلهم بتركيز كده إيه ده؟ ده أنت مش حولة ده إحنا بيتهائلنا وتكرر القصة دي مع بعض الأعراض اللي هي لها دعوة بالزغلالة أو عدم القدرة على الاستمرار في المجهود واحد قاعد على الكمبيوتر كتير حد بيقرأ كتير حد مش مظبوط في قعدته أو نومه ويلاقي مش قادر يستمر عايز يقفل عينه عايز يدخل ينام عشان الأعراض بتاع أن الحروف مش مظبوطة أو الحروف بتجري أو بيحصل زغلالة أو الازدواجية يفسرها أن هو بيظهر ستارة في مجال الإبصار كل ده بيحصل مع الحاوى الخفي قد يلاحظ الأب أو الأم الحاوى الخفي ده اللي هو بيجي لما الطفل يعمل مجهود صغيرة تعمل مجهود والأب والأم دايما عندهم نوع من الدينايل نوع من رفض أن لحد يكون عندهم مصاب فيطنش يقولك لا عم ده أنا مش أخد بالي لا ده بيتهيق لي ولكن هذا الحاوى الخفي قد يعكس أن الطفل محتاج أو الشاب الصغير محتاج تدخل بسيط زي نظارة بس مش أكتر مكتب والمواضيع تزبط والدنيا تتحسن كتير جدا 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 عشان يقدر يواصل وأستمر في مجهوده هنشوف الفيديو رقم اتنين هنا أن الحاول لا يصيب الأطفال بس ولكن أيضا يصيب الكبار والأعراض تختلف الحقيقة في الأطفال عن الكبار هنا ماما وابنها في الكارتون ده والأطفال قد يصابوا بالحاول والكبار قد يصابوا بالحاول رغم تعدد الأسباب خدوا بالكم أن الطفل ده عوج راسه عوجة الراس هنا في منتهى الأهمية سواء دور رقابته أو عوج رقابته لأن ده بيعود الازدواجية المتكونة في الكبار أما بيحصل حول في هذه الحالة حول أنسي العين دخلت له جوة بيحصل ازدواجية والازدواجية دي شايفين الصورة حيحصل فيها إيه؟ الصورة هتبقى دبل وده بيزعاج شديد للكبار الحقيقة وده بيعمل نوع من الرغبة في أنه يقفل عينه لأن التعب والإرهاق المستمر والإجهاد المستمر في هذه الحالات يؤدي إلى عدم قدرة المخ أن هو يشوف الصورة واحدة وده فيه إجهاد شديد قد يحصل القصة دي متقطعة فيحصل الزغلالة أو الإجهاد أو السطارة أو الحاجة اللي بيش يشتكي فيها المريض آن وآف كده ويبقى ساعات إحنا محتارين وساعات يجي المريض عند عامل رانيمة ناطيسي وفحص مش عارف اتزان وعمل مش عارف إيه ونعمل اختبار بسيط كده نقوله والله إنت عندك حاول خفي حاول ده بيفك في بعض الأحيان فبيحصل هذه الازدوجية فتعالى نعالجك بالطريقة الفلانية أو العلانية